معا سليما ومرحبا بكم في فيديو شديد ووصفة شيدة اليوم ان شاء الله مع بعضنا بش نعمل معاكم فكرة تفطور وقلع شي حاجة بنينة خفيفة تمشي مع تاقس هدية وسختو بنينة وسهلة ما فيه حتى شيء وزيد في الفيديو هدية عليش عملتو عملتو بالذمة المشترك معانا في القناة طلب مني حاجة بشامبينيون اليوم ان شاء الله الوصفة هدية فيها الشامبينيون كيف كيف ما حاجة اخرى الي هي الكبدة ان شاء الله بان الله جوس نمشي نقضي ناخد الكبدة ونعملو مع بعضنا حاجة بالكبدة اول حاجة عملتها في الوصفة متاع اليوم خديت المقلة حتيت شوية زيت وشوية زبدة تنجموا تستغنيوا عليه شوية زبدة اما راهي تبنن كان متقلقوا مش معانيها الزبدة وتنجموا تاكلوها حطوا شوية زبدة راهي تبنن هنا اخديت سيك امتاع بقري اخديتها كحاضر مزازار ودريكت حتيتو في المقلة هنا اخذيه على نار هي ديارة خاطرني انا نحب الحم يكون طيب بالكده بتبعك انت حبوه ناقذ هنا اقل مدة انا نطيب الحم بالكده 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 هنا بش نفوح ملح وعندي انا لسنك بيء ولا في الفلك حال كان عندكم سنك بيء حطوا سنك بيء على خاطر من بين فحات سنك بيء هو التابل كيما تعرفوا التابل يمشي بالكده مع البقري ما عندكش حط فلفل اكحل شوي ملح شوي فلفل اكحل اكا هاو كيفي بشي تفوح الحم انا لاني هاو كفوحت ملح ونقولوا احنا فلفل اكحل وخليتهم يتيبوا شفتو على نار هيديا نقص في الجاز وخليتهم يتيبوا في العافع قالهم على خاطر كيما قلت لكم انا نحب الحم يكون طيب بالكده لاني هاو كا قعد كل مرة نقل فيه من جهة الجهة بشي تيب بالكده وفي عقله لاني هاو كا الحم تاب بالبيهي توا مقعد لي كين بش اناحيه نحطو في السحن وفي نفس المقلة اللي تاب فيها الحم فيها كيما شفتو فيها مطعم مطعم الحم الكل يهبت فكة طرف الزيت والزبدة هادي كمشنو اخديت شوية بصل بقصوص جوية عالاخر ولهنى زدتو عسير متع كعبة قارس مش نعمل سوس بش نعمل سوس بتاع فلفل اكحل ولهنى عندي اليسانك بيها دو ما راهو السوس هادي اسمها على جسمه سوس الفلفل اكحل معناه تحب كمية بيها متع بفلفل اكحل بالاخص للناس اللي تحب الفلفل اكحل كيفيه انا حتيت هاك مقدار مغرفة متع قهوة صغيرة مش كبيرة مقدار مغرفة متع قهوة صغيرة في الفلفل اكحل وزيتت حتيت ليسانك بيها خذيو هاك تقلية صغيرة مع بعضهم وكال البصل اول ما حتيتو مقلة سخونة تقلى في سع في سع بالبيهي ولهنى زد انا عندي الكريم لكيد زد كريم لكيد نجم نحط الكريم لكيد وانا نجم نحط كريم فخيش به هنا زد كما شفتوني من الول حتيتو في الاكحل ولهنى هاك زدت حتيت كمية بيها متع على لسانك بيه وقعت انخلط فيها حتى لينك الكريم لكيد هازت الغلوة متاحة هنا انا ظهرت الكريم لكيد شوية باش نزيد شوية اخر بالنسبة لكمية بتبع تعمل كمية اللي تحب عليها هنا هاك انا كملت حتيت الحكا كاملة وعصرتها بالبيهي قلت عليش تقعد وزيد ظهرت لي شوية انا الحق تجبني السوس هذيه قد من قولكم اتجبنينا وشوية جربوها وتفكروني به هنا انا ملحت زدت اتفقت الملح لقيت الملح متاحة ممتاز اكا هاو فيسا ما تحضرناه ما فيها حد شي فقط الكريم فريش تهز غلوة متاحة اكا هاو هنا حتيت السوس هذيك على جهة واختيت مقلاء حتيت فيها شوية زيت و شوية زبدة سنة ولا سنتين ثوم قصيته ما كيكا جوايدين واختيت الشامبينيون عادي جدا الشامبينيون باش نسوتي هي جبنين ويمشي بالقدي مع الحم هذيه ويمشي مع السوس هذيك هنا قعد نحرك اختيت 500 جرام من الشامبينيون كيما تعرف الشامبينيون اخذتو فرشك مش بشي قرش الكمية هذي كراي باش تنقص بالقدي الكمية ويقالي 500 جرام من الناس برشا لي راي ما هيش برشا تشوفو الكمية باعد باش تنقص بالقدي ولهني باش نقعد نحرك فيها كيكا كل مرة باش نفوحوا عادي الفيح متاعو رشا ملح ورشا في الفلاكحل هذيك هو الفيح اللي فوحو بيه الشامبينيون باتبيعه معاك حسيبك كعبة الثوم سنة ثومة كبيرة اللي حاتينيها من الول اكا هاو نقعد نحرك فيه تصلو سخانة ايو نقص الفوليوم امتاعو ومبعد يسايب المي امتاعو تتشوفو كفيش بش يسايب المي الهني هاوكا شوفتو اكا لونو تبدل نقص الفوليوم امتاعو الهني هاوكا سايب المي امتاعو نخليو فوق الغاز كل مرة نحركو حتى المي هذيك اللي سايبو يتبخر نهائيا وهكيكا يكون الشامبينيون حذر هاوكا شوفتو هاوكا سايب المي خليطو فوق الغاز كل مرة نرجعو ونعملو تحريكة صغيرة فسا في سعره من با سبع عشرة دقائق هاكيكا لهني اهاوكا شوفتو خليطو حتى لينشيح اكا هاو لهني كيوصل لشيح من المي ندفي عليه ويكون الشامبينيون بتاعي يحذر الشامبينيون كين طايبو هاوكا نجي الشامبينيون يجي سوتة ويجي بنين بارشان هنا نعملو بالطريقة عادية وناكلوه سختوان يقتلكم مع الحم والسوس هادي كالسوس فلفل اكحل يجيو مع بعضهم ابنين بارشان هاكا هاو هذي الشامبينيون وهذي طرف الحم مقعد لي كين بيج نصوب السوس لهني انا قدمت بالطريقة هذي السوس حتيت هاكي شوفوا شوفتو القاومة هاكي فيش يجي انا قدمت بالطريقة هذي السوس حتيتها في الحم راهو تنجموا ومبعد السوس كي تشكيل كلك خيملي كي تهز غلوة ترجعوا لها الحم هاكيكا كاللحم يزيد ياخذ مطعم السوس ويجي بنين اما انا نحبذ معناها بالطريقة هذيكة كاللي حب السوس يخضر انا مثل نحب معناها الحم بالسوس هذيكة وراجلي ليه ما يحبش لسوس هذو ما على ذيكة انقدم كل حاجة واحدها وهاكهم بعد واحد يكل كيف ما يحب اما راهو هو بعد السوس هذي كيتبدا في المقلة وكيتهز غلوة راجعوا لها الحم لان هاكا قدمت بالطريقة هذيه وقتلكم التاريقة الاخرى كيف ما تحبو هاك هاو هاك عشيه يكون احذار هذيه الشامبينيون سوتي اللي عملتوا معاكم هذيه السوس بالفلفلك حالا نزلت هاكا كسرت الهالون بعد بالسانك بيه هذيه ترف الحم اللي طيبته وهاكا خين عشيه هذيه اقتراحي للليلة حاجة سهلة وابنينة وسختوت تتيكل معناها فسخانة هذيه تتيكل بالكديل هاكا نكون وصلت معاكم الاخر الفيديو شعلا يكون عجبكم شعلا تكون حصلة الإضافة طيب ما قعد ليك انا نقولكم شعلا نلقاكم على خير من هنا للفيديو الجاء وبسلامة